اشتركوا في القناة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيننا على الله شطقا وأنا ظلنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظلوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وأنا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكاموا لجهنم حقبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرف عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ذر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارقضوا من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر